الجهاز الإداري والطبلي لمنتخب الوطني يمكن خد عدة إجراءات طبعاً قبل الانطلاق المعسكر الخاص بمنتخب الفرعنة في نوفمبر المقبل بعد نهاية أفريقيا عشان يستعد لمواجهة توجو 14 و 17 نوفمبر على التوالي المطش الأول هيكون على أرضنا والمطش الثاني إن شاء الله هيكون في توجو والأخبار الحقيقة احنا نمكلم عن تصفيات طبعاً مؤهلة لكاس أمم أفريقيا الكاميرون 20-22 منتخب مصر الحقيقة يمكن استقبل أو تلقى تقرير من الصفارة المصرية في توجو التقرير ده للأسف بيقول إنه الفيروس كورونا منتشر هناك في الفترة الأخيرة بشكل كبير بالإضافة لمجموعة من العوامل اللي مش مطمئنة أولاً طبعاً فيه ارتفاع في درجات حرارة وارتوبة هناك وفيه توقعات إنه في الفترة دي تحديداً يبدأ موسم سقوط الأمطار بغزار عشان كده الحقيقة الجهاز الطبي والإداري اتفقوا على اتخاذ بعض الإجراءات الطبية اللي هدفها هو الوقاية من فيروس كورونا قبل إن شاء الله رحلة توجو من ناحيته الحقيقة محمد بركات مدير منتخب قال إنه أو أكد على نفس الموضوع وقال إنه فيه طبعاً ارتفاع في درجات الحرارة في توجو في التوقيت ده وإنه فيروس كورونا منتشر لكن مش بشكل مخيف ده على حد تعبيره مش بدرجة كبيرة يعني وقال إنه منتخب مصر هيعمل مسحة قبل ما يسافر لتوجو بخمسة أيام ومسحة تانية بعد ما يوصل إن شاء الله بسلامة الله إلى توجو وفي نفس الإطار الحقيقة أتكلم بركاته على إنه في بعض التصريحات الصحفية إنه المنتخب حيلتزم التزام شديد بالإقامة في فندق إقامته في توجو لغاية لما تظهر نتيجة المسحة التانية إن شاء الله الفيروس كورونا وأكد إنه الجهاز الطبي لمنتخب مصر تفقد فندق الإقامة في القاهرة قبل مواجهة توجو عشان يتم تعقيمه وتأمينه بشكل كبير والتأكد من تطبيق كل الإشتراطات الطبية ترجمة نانسي قنقر